اشتركوا في القناة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر من كل قلبي محافظة هذه المنطقة أبا محمد رفع الله له الدرجة وغفر له الزلة وشرح الله صدره وأسأل الله عز وجل أن يجعل حرصه على حضور هذه المحاضرة في موازين حسناته كما أشكركم جميعًا يا أهل الأفلاج على استضافتي في هذه المحاضرة أسأل الله أن يرفع قدركم ومنازلكم في الدارين وأن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يبيِّض وجوهكم في الدارين وأن يلحقكم بصالح سلف المؤمنين وأن يفتح لكم أبواب الجنة الثمانية وأن يصلح نياتكم وأن يصلح ذرياتكم أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم ممن يقولون ما لا يفعلون وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم لا تجعل في قلوبنا رياءً ولا تسميعًا ولا محبةً للثناء من أحدٍ يا رب العالمين أيها الأحبة في الله لا جرم أن الأمن من أعظم النعم التي يمتنُّ الله عز وجل بها على البلاد والعباد فمن أعظم النعم التي توجد في البلد نعمة الأمن والأمان ونعمة الراحة والإطمئنان أن يجلس الإنسان في بيته بين زوجته وأولاده هادئًا وادئًا مرتاح النفس مشرح البال لا يخاف من قنبلةٍ تنزيل عليه وتهديم بيته ولا يخاف من قطاع طرقٍ يكسرون بابه وينتهكون عرضه ويأخذون ماله ولا يخاف من أناسٍ يقتحمون عليه حيَّه فيسفكون دمه شوارعنا ولله الحمد والمنّة لا جُثث فيها يمشي الإنسان في الليل مع زوجته في الطريق المظلم لا يخاف إلا الله عز وجل لا يخاف لا قطاع طرق ولا لصوص لا يخاف أحدًا يعتريض طريقه هذه من أعظم النعم التي نرفل فيها في بلاد الحرمين الشريفي وأسأل الله عز وجل أن يُثبِّت هذا الأمن وأن يحفَظ حكومتنا وأن يحفَظ ديننا وإيماننا فإن هذا التمكين ليس جُهدًا بشريًا وإنما وراءه توفيقٌ وفضلٌ من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة إنه لا يعرف نعمة الأمن إلا من فقدها في بلده ما دُمنا نرفل فيها فقد لا نعرف قدرها لكن لو أن الأمن اختفى عن بلادنا أسأل الله أن لا يختفي يوماً من الأيام لعرفنا حينئذ قدر هذه النعمة العظيمة فإن الإنسان لا يستمتع بالصحة إلا مع الأمن ولا يستمتع بالمأكل والمشرب إلا مع الأمن وجميع متع الحياة لا يُحِسُّ الإنسان بلذَّتها إذا كان فاقِداً للأمن وانظُروا إلى كثيرٍ من البلاد ممن هم حولنا لما فقدوا هذه النعمة ذهبوا على وجوههم لا يدرون إلى أين يذهبون صاروا لاجئين على أطراف الدول وحدودها بعد أن كانوا أعزةً في بلادهم ينتظر الواحد منهم عطف فقيرٍ عطف غنيٍ حتى ينصِب له خيمة أو عطف مؤسسةٍ خيريةٍ حتى تعطيه رغيف خبزٍ أو دواء مرض ينظر إلى أولاده وهم يرتجفون من البرد في هذه الكرفانات والخيمات وقد كان في بلاده عزيزًا فالله الله بنعمة الأمن يا إخوان الله الله بنعمة الأمن عُضُّوا عليها بالنواجد عُضُّوا على هذه النعمة بالنواجد وأيُّ فعلٍ صبيانيٍ أحمق يتضمن الإخلال بالأمن فهو محرَّمٌ شرعاً محرَّمٌ شرعاً لأن وجود الأمن في البلاد واستقرار البلاد واستقرار المسلمين في بلادهم واطمئنان نفوسهم مقصدٌ من مقاصد الشريعة فأيُّ شيءٍ يُخالف ذلك المقصود الشرعي ويُهلِك الأمن في البلاد ويجعل العباد يعيشون في خوف إنه محرَّم شرعاً وأُقسم بالله ثم أُقسم بالله على ذلك قال الله عز وجل الذين إن مكَّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكِّنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليُبدِّلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يُشركون بي شيء فالأمن مطلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فالله عز وجل لا يُحِبُّ أن يخاف الناس ولا أن يرتاع الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على أنفسهم الله يُحِبُّ أن يعيش المؤمنون في البلاد الإسلامية آمنين مُطمئنين هادئين وادعين وعلى ذلك أدلةٌ كثيرة سوف تأتينا في ثنايا هذه المُحاضرة إن شاء الله فأُصيكم ونفسي بالأمن والله لو يتغيَّر علينا الحال شوي والله لسوف نذوق الذُّل بعد أن كنا أعزَّة سوف تتغيَّر علينا هذه الدُّنيا بما رحُبت سوف تضيق علينا هذه الحياة ونحن الآن نرفلُ في هذه النعم العظيمة نعمٌ في بيوتنا نعمٌ في شوارعنا ومحل وظائفنا نعمٌ مُغدقةٌ علينا ليلَ نهار وسرَّ جهار أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لهذه النعم فإن شُكراً نعم يُجِب ثباتها وكُفرها يُجِب ذهابها وإباقها وليس الأمن مسؤولية الملك ولا مسؤولية الوزراء ولا مسؤولية رجال الأمن أو مُحافظي البلد لا بل الأمن مسؤولية كلُّ فردٍ يعيش في هذا البلد أنت مسؤولٌ عن الأمن أنت مسؤولٌ عن الأمن في المقام الأول فلابدَّ أن نكون سعاتًا وبُناتًا لأمن هذا المجتمع ونُحارِب الفساد والإفساد وأيُّ فعلٍ يتضمَّن الإخلال بأمن المجتمع يجب على المجتمع كله أن يقفوا في وجهه وأن لا يرضوا به وأن لا يستمعوا للحاقدين الذين يريدون إفساد هذه البلد وإن الشياطين وأعوانه في خارج هذه البلاد وداخلها لا يزالون يُجِلِبون بخيلهم ورجلهم ومُخطَّطاتهم على هذه البلد لأنهم يعلمون أنها معقل الإسلام ونهاية أهل السنة والجماعة وأنها السند والعضُد بعد الله لجميع بلاد المسلمين وقضايا المسلمين فلا تزال قلوبهم مهما أسقطوا بلاد الإسلام لا تزال قلوبهم تطحنوا الدمى وتتقيَّعوا الصديدة على أهل هذه البلد ما يُحِسُّون أنهم أفلحوا في مُخطَّطاتهم مدامة هذه البلاد لا تزال قائم مع أنهم أسقطوا أمن البلاد المُجاورة لكن لا يزالون ينزفون الدم على هذه البلاد ولذلك أحاطوا بهذه البلاد إحاطة السوار بالمِعصَم رافضةٌ قد أحاطوا بالبلاد من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها وخوارج تكفيريون قد ضربوا بأطناب منهجهم التكفيري في هذه البلاد ويُعينهم وللأسف كثيرٌ من أبناء هذا الوطن يُنفِّذون أجندتهم وينفِّذون مُخطَّطاتهم في هذه البلاد وأنتم تعلمون أن الزُنبور لا يدخل الخلية إلا إذا كان هناك نحلة فاسدة سمحت له بدخول الخلية فلا تزال بلادنا عزيزة آمنة بإذن الله ولا يستطيع عدوها الخارجي أن يخترق جدارها بإذن الله لكن المشكلة من أعدائنا الباطنيين الذين هم من بني جلدتنا ويحملون أسماءنا وأسماء قبائلنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن قلوبهم على حكومتنا وعلمائنا وأمننا كقلوب الثعالب تتمنى أن تفتح الثغرات في هذه البلاد وتتمنى أن تُقوِّض أمن هذا البلاد فالله الله بالحذر الشديد من أي فعلٍ أحمق يُدمر الأمن فإنه إذا دُمِّر الأمن في هذه البلاد فإنه من الصعب جدًا أن يرجع مرةً أخرى وإن من الأفعال الحمقى المُحرَّمة شرعًا والتي لا يُجنى منها إلا الفساد والإفساد ما يُسمِّيه هؤلاء بالمظاهرات ومعنى المُظاهرات يعني التجمُّع في الميادين العامة بقصد إعلان الإنكار إما على الحاكم أو إعلان الإنكار على نظامٍ معين هذا الأسلوب الهامجي المُسمَّى بالمظاهرات لم تجن منه الدول التي قامت فيها أي خير هذه المظاهرات لا تُحِقُّ حقًّا ولا تُبطِلُ باطِلًا ولا تُصلِحُ طالِحًا ولا تبني منهدِمًا ولا تُقرِّبُ بعيدًا ولم تجن منها البلاد التي قامت فيها إلا العلقَم فلا تزال الدماء تسيل في بلادهم ولا تزال الحروب قائمة ولا يزال القبائل كلهم يبحثون عن الحكم والسلطة ولا يزال مسلسل تدمير البلد وإحراق المحلات وتقويض البنية التحتية على أشُدِّه تُطالِعُنا به وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى ظهرت أحداث تونس ثم سرت في البلاد الإسلامية كسريان النار في الهاشيم ظهرت بعد ذلك في ليبيا ثم ظهرت في مصر ثم ظهرت في اليمن ثم ظهرت في سوريا ولا يزال المخطط التغريبي التدميري لبلاد المسلم يسير وهم ينظرون بعين الرغبة والرجاء أن تظهر هذه المظاهرات في بلاد الحرمين تظهر في بلاد الحرمين فإن قلت وما حكمها الشرعي أقول لا جرم أن حكمها الشرعي هو التحريم حكمها الشرعي هو التحريم بدلالة الكتاب وبدلالة السنة الصحيحة وبدلالة القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة حكمها التحريم لا يجوز للإنسان أن ينضم في شيء منها ولا أن يخطط في تنفيذ شيء منها ولا أن يرضى عن أحد علم أنه يخطط لها ولا بد من نصحه وإرشاده وزجره وتخويفه بالله فإن استجاب وإلا فيجب من باب المحافظة على المجتمع رفع اسمه للسلطات حتى تأخذ على يدي هذا السفيه الذي يسعى إلى تقويض بنيان المجتمع وإلى تدمير بنيته وإن الإبلاغ عنه رحمه له وللمجتمع رحمه له حتى لا يتسبب في إزهاق الدماء وتدمير البلد وتحمل هذه الآثام ورحمه للمجتمع حتى لا يذهب ببنيان المجتمع ولا يقوِّض أمنه وأمانه واستقراره فالله الله باعتقاد هذا الحكم الذي هو تحريم المظاهرات وإنك إذا نظرت إلى آثار المظاهرات التي سيأتينا طرفا منها إن شاء الله لا يتبين لك بيانا صريحا أنها حرام أنها حرام فمن جملة الأدلة الدالة عليها من القرآن قول الله عز وجل لعلكم تهتدون وكذلك قول الله عز وجل وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن الله مع الصابرين ووجه الدلالة على تحريم المظاهرات أن المظاهرات لا تسعى إلى وحدة الصف بل إلى تفريقه ولا تسعى إلى اجتماع الكلمة بل إلى تمزيقها ولا تسعى إلى لم شعث المجتمع بل إلى توزيعه فرقا وأحزابا متناحرة متطاحنة يحارب بعضها بعضا ولا أدل على ذلك من تلك المظاهرات المليونية التي حصلت في بعض البلاد بينما نجد مظاهرات مليونية أخرى تصادمها فصار المجتمع منقسما متفرقا متنازعا مختلفا بين مؤيد ومعارض وبين لاعن وساب وبين مادح وذاكر للخيرات في البلد حتى تراشق الشعب بينهم بالحجارة وضرب بعضهم بعضا بالعصي والخشب بل بعضهم استعمل الأسلحة سواء البيضاء أو الأسلحة الرشاشة فهؤلاء صاروا يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون هؤلاء هذه أثار المظاهرات تفرق المجتمع تبعفر شعثه تجعل المجتمع متنازعا متفرقا مشوشا مضطربا أفيمكن أن تتفق هذه مع المقاصد الشرعية في الاعتصام والاتفاق واتحاد الكلمة ووحدة الصف إنها لا تفضي إلا إلى التنازع وإن التنازع لا يفضي إلا إلى الفشل وإن الفشل لا يفضي إلا إلى ذهاب الريح فالله الله بمحاربة هذه المظاهرة فإنها ما ظهرت في مجتمع إلا تفرق أهله وتبعثرت كلمته وتبعثرت كلمته وضعفت قوته وانهدم بنيانه كما نراه وترونه وتطالعنا به وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى وكذلك من الآيات الدالة عليها قول الله عز وجل يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي قراءة سبعية يُخربون بيوتهم بأيديهم هذا مثل أنزله الله عز وجل في اليهود في يهود في يهود بني النظير لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يُلقوا عليه حجرا أن يُلقوا عليه حجرا فجاءه جبريل وأخبره الخبر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيوش لهم فصار اليهود لما عرفوا أنهم مهزومون صاروا يُوقدون النار في نخلهم ويهدمون بيوتهم حتى لا يبقى منها شيء ينتفع به المسلمون فأنزل الله يُخربون بيوتهم بأيديهم فهذا وإن كان نازلا على سبب خاص إلا أن المُتقرِّر عند العُلماء رحمهم الله أن العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهو مثال أمرنا الله أن نأخذ منه العِبرة والعِظة فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أهل العقول النَّيِّرة يا أهل القلوب الحيَّة يا أهل الألباب المُستنيرة إياكم أن تفعلوا فعلا يعود تدميره على بنيانكم وبلادكم احذروا من هذا فتكونون كاليهود الذين دمَّروا بيوتهم وأحرقوا اقتصادهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فإياك أن تفعل ذلك وإنك إذا نظرت إلى نظرةٍ بسيطة في واحدةٍ من أثار المظاهرات لتبين لك أنها من جملة ما تُدمر به المجتمع أولا يتم إحراق المحلات وتكسير الزجاج وقلب السيارات وإحراق السيارات وتعطيل مصالح الناس وإقفال الشوارع وتخويف المارة وحضر التجول وإغلاق المحلات وإغلاق البنوك وانفتاح أبواب السجون حتى يخرج منها المجرمون يعيثون في المجتمع أولا تُسرق البيوت أولا تُسرق بيوت كثيرٍ من الناس في هذه المظاهرات أولا تُسرق المحلات نحن نرى في وسائل الإعلام مظاهرات ونرى وراءهم أناسًا يحملون الكراسي والماصات والكنبيوترات وإن هذا في المظاهرة هذا هذا حرامي هذا لص هذا لص يسرق المجتمع هذا لص سمحت له تلك المظاهرة أن يسرق المجتمع وقد كانوا غير قادرين على فعل ذلك إذ كان المجتمع آمناً هادعاً وادعاً فالمظاهرات صورة من صور التخريب في المجتمع ومن قال غير ذلك فإنه يُخالف الواقع يُخالف الحس قد يقول لنا قائل إنك أيها المتحدث إنما تتكلم عن المظاهرات المدمرة ونحن لا ندعو لها وإنما ندعو إلى المظاهرات السلمية فنقول يا أيها الرجل ليس هناك شيء اسمه مظاهرات سلمية إنما هو حبر على ورق يكتبونه ويتعهدون به وإلا ففي الحقيقة ليس هناك مظاهرات سلمية لما؟ لأن هذه المظاهرات يجتمع في صفوفها العالم والجاهل والذكر والأنثى والكبار والصغار والعوام وأنصاف المثقفين ممن لا يراعون في المجتمع مصالح ولا مفاسد أفا يستطيع هؤلاء في الصفوف الأولى في المظاهرات أن يحكموا جميع من يشاركوا معهم بهذه المظاهرات الجواب لا كم ادعوا أنها مظاهرات سلمية ثم رأينا أعمدة الدخان تحرق المحلات منها هنا أين السلمية وقد تكون مظاهرات سلمية في بدايتها لكن إذا خالفهم ولي الأمر ونشر جنوده ليمنعوهم من التقدم فإنها سوف تنقلب من كونها سلمية إلى كونها مدمرة حتى وإن كانت سلمية في أوائلها فهي مدمرة أشد التدمير في نهاياتها فالواجب علينا أن نحذر منها وأن لا نرضى بها في مجتمعنا وأن لا نفتح على أنفسنا ومجتمعنا ثغرة الموافقة على هذه المظاهرات ولا بد أن نعلم أن من جملة ما يحرمها أيضا قول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلا بد أن نعلم أن ولي الأمر في هذه البلاد يمنع المظاهرة المنع المطلق يمنع المظاهرة المنع المطلق فنظام المملكة العربية السعودية في المعروف لديكم يمنع شيء اسمه مظاهرة فبما أن نظام ولي الأمر يمنعها فحينئذ يكون الترتيب لها فيجعل التخطيط لها والتدبير لها من جملة ما يُحكم عليه بأنه مخالف ومناقض لولي الأمر والله عز وجل أمرنا بطاعته في غير معصية الله وأمرنا بأن لا ننزع يدًا من طاعة ما أُمرنا بطاعة وأما إذا أُمرنا بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة ونحن في المملكة ولله الحمد والمنة لم يأمرنا ولاة أمرنا بمعاصي ولم يأمرونا بشيءٍ من المنكرات ولم يُقفِلوا أبواب المساجد أو يُتابِعون المُصلِّين أو يجعلون على العلماء علامات استفهام إلا من عُرف عنه خطأ فحينئذ الدولة تُقوِّمه وتنظُر في أمره فإذاً وجوب طاعة ولي الأمر يُحتِّم علينا اعتقاد تحريم هذه المظاهرة فولي الأمر في هذه البلاد يمنعها منعًا باتًا لأنه رأى أن المصلحة الأمنية في هذه البلاد لا تحتمل القول بتجويز المظاهرة وأما من السنة فجميعُ الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة وهي أدلةٌ متواترة كلُّها أدلةٌ تنُصُّ على حُرمة المظاهرات وما أكثرها وما أكثرها وكذلك الأدلة الدالة على تحريم الخروج على ولي الأمر أيضًا هي دالةٌ ضمناً على تحريم المظاهرات لأن المظاهرات خروجٌ ضمنيٌ على ولي الأمر وأما من العصول فمن عدة قواعد القاعدة الأولى لا ضرر ولا ضرار وهذه من القواعد الخمس الكبرى المُتَّفَق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ومن المعلوم أن هذه المظاهرات تتضمَّن ضررًا وإضرارًا في المُجْتَمَع على الفرد والمُجْتمع والبلد بأسره ففيها إزهاقُ الأرواح وفيها تدميرُ الأموال وفيها انفتاحُ أبواب اللصوص لسرقة المُجْتمع وفيها الإخلالُ بالأمن وفيها كثيرٌ من المفاسد التي يطولُ تعدادُها فبناءً على وجود هذه الأضرار فإن الشريعة تُحرِّمُها ولا يُمكن أن يُتصوَّر خروج مُظاهرةٍ لا أضرار فيها فبما أنها تتضمَّن الضرر منك على غيرك سواءً فردًا أو مُجْتمعًا فإنها حينئذ تكون مُحرَّمة ولا يَخْفَ أضرارُها على بصيرٍ بأحوال البلاد التي وقعت فيها هذه المُظاهرات ومن العُصول والقواعد أيضًا أن المُتقرِّر عند العُلماء أن الضرر لا يُزالُ بضررٍ أعظم وهذا متفق عليه بين العُلماء إذا تعارض ضرران روعيًا أشدُّهما بارتكاب أخفِّهما فإذاً عندنا ضرران أحدُهما أصغر والثاني أكبر فحينئذ نحتمل الضرر الأصغر من أجل دفع الضرر الأكبر فلا يجوز أن ندفع الضرر الأصغر ونقع في ضررٍ أكبر كما قيل أراد أن يبني قصرًا فهدم مدينةً ومصرًا أراد أن يعالج شيئًا فانفتحت عليه أبواب الأمراض من كل جهة أمواب الأمراض من كل جهة فإن سلَّمنا أن المُظاهرات تعالج منكراتٍ معينة في البلد وأن أصحابها إنما يريدون تعديل بعض الأخطاء كضعف الرواتب أو وجود البطالة أو وجود بعض السجناء المظلومين فهذا ضرر وجود المسجون المظلوم هذا ضرر وجود ضعف الرواتب وحاجة الناس إلى زيادتها هذا مقصدٌ ومطلوب سلَّمنا أن المُظاهرات هذه مطالبها لكن هذه مطالب إن لم تُحقَّق فإن أضرارها ترجع إلى أضرار فردية خاصة لكن إذا ثارت هذه المظاهرات وانعدم الأمن فإن الضرر سوف يعمُّ جميع البلد ويأكل الأخبر واليابس ولا يُبقي ولا يذر على أمن المُجتمع فإذا المظاهرات إن كنا نرجو بها رفع ضرر فأعلم أننا بتجويزها والدخول فيها سوف نقع في ضررٍ أعظم فإذا نصبر على ضررٍ الأول ونحاول أن نجد طريقةً لعلاجه وحلِّه وكشفه من غير أن نقع في ضررٍ أعظم منه هذا مثل شايبٍ من الشيبان يعني من باب الطرفة شايبٍ من الشيبان تعطَّلت رجليه عمر السبعين كرفت للرجلين إذا قالت بش يوم تعبت عقب سبعين قال له فراح يعالجه طبيب فأخبره الطبيب أن هذه الحبة قد تكون لها أثار جانبية لكنها إن شاء الله بتنشق قال عطنيها فأكلها فاستقامت رجليه ففقد سمعه وضعف بصره وضعفت حركة يديه فهذا أراد أن يعالج ضررًا خفيفًا فوقع في ضررٍ أعظم منه فلا ينبغي أن تكون نظرتنا مقصورة على أضرار معينة خاصة ونغفل عن تلك الأضرار المجتمعية العظيمة الخطيرة التي سوف تنتج من هذه المظاهرات فالواجب علينا الحذر من ذلك ومن القواعد المقررة والعصول المحررة أنه يحتمل الضرر انتبه انتبه يا أخي أنه يحتمل الضرر الخاص من عجل دفع ضررٍ عام يحتمل الضرر الخاص من عجل دفع ضررٍ عام فهب أن الرواتب قليلة هذا ضررٌ خاص هب أن إنسانًا مظلومًا من العلماء أو من الناس مسجونٍ في السجون هذا ضرر خاص يرجع له عائلة فقط نحن لا نرضى بوجود هذا الضرر لكنه لا يجوز لنا أن ننظر إلى هذا الضرر الخاص ونرتكب من أجله الأضرارًا عام هذا منافي لأصول الشريعة منافي لأصول الشريعة هذا خطأ الله عز وجل يقول وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ يعني يقول للمسلمين لا تسبوا آلهة المشركين مع أن نسب آلهة المشركين فيه خير وعبادة لله فلماذا يا رب لا تريدنا أن نسب آلهتهم قال لأنكم لو سببتم آلهتهم فإنهم سيسبونني أنا فإذاً أتركوا سب آلهتهم حتى يتركوا سب فإذاً يُحتمل الضرر الأقل يُحتمل الضرر الخاص الأقل من أجل دفع الضرر العام الذي لا يخفى على أحد الذي لا يخفى على أحد ومن المعلوم من الأدلة الشرعية كتابًا وسنة أننا معمورون عند جور الحكام بماذا؟ بالصبر واحتساب الأجر عند جور الحكام وظلمهم وأكل المال بالباطل وسرقة أموال المسلمين وبيت المال لا يجوز لنا أن نتظاهر هذا المخرج ما دلنا عليه لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتًا عن أحد من سلف الأمة وآئمتها وإنما هو طريق مستورد من بلاد الكفر خرجوا وتظاهروا وأنكروا فصار يقلدهم بعض شبابنا فإذا طريقة الإنكار بالمظاهرات إنما هي طريقة مستوردة من الكفرة أما سلفنا الصالح أما أدلة الوحيين فأتحداك أن تجد فيها دليلاً واحداً يدل على جواز المظاهرات شغب بعض الناس بأدلة ظنوا أنها تنفعهم ولكن سنذكرها الآن ونجيب عنها إن شاء الله تعالى فليس هناك دليل يدل على المظاهرات وعلى الإنكار على الحاكم عند ظلمه بهذه الطريقة المحرمة فالإسلام لم يشرع عند ظلم الحاكم الشرعي المسلم إذا ظلم وطغى وبغى وأقر الفساد في بلاده ومنع الصالحين من الإصلاح إنما نحن مأمورون تجاه هذا بالصبر واحتساب الأجر وبالإنكار بالتي هي أحسن واتباع الطرق الشرعية في المناصحة في علاج المشاكل حتى لا يتحرك على المجتمع شيء ساكن ولا ينفجر عرق يكون في انفجاره سيلا ندم المجتمع بأسره ولو قلبت العدلة لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن وراءه حكاما ظلمة سيكون هناك حكام ظلمة يأتي أمراء تعرفون وتنكرون شرار أعمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم لكنهم إذا سألوا عن الحل وسألوا عن طريقة العلاج ما يقول يلا يلا تجمعوا تجمعوا تظاهروا عليكم بهم لا لا ما فيه أحد من يقول هذا من أين جاءوا بهذه الطريقة إنما يقول اصبروا اسمعوا أطيعوا هذا هو المخرج الشرعي الصبر والمناصحة وإنكار المنكر بالتي هي أحسن والموعظة بالطريق الشرعي الذي لا يحرك عرقا ساكنا يكون في تحريقه تدمير المجتمع ولذلك الذين ينكرون منكرات الحكام بالمظاهرات حقيقتهم أنهم مخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بالصبر عند جور الآئمة فهذا نهي عن استعمال الفوضى وإثارة العامة لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ويطيب لي أن أوجه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال وإلى جميع الوزراء وإلى كافة الأمر وإلى كافة حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم أنا أعلم أنهم لا يسمعون لكن ربما يسمعونها في وقت آخر وهي أننا ندين لك يا خادم الحرمين بالسمع والطاعة ونقسم بالله أن لا نتآمر مع غيرك عليك ولا على بلادك ولا على السمع والطاعة ولكن نصيك بأن تتقي الله عز وجل فينا نصيك بأن تتقي الله عز وجل فينا يا حكام هذه البلاد اتقوا الله في هذا الشعب يا أيها الأمراء اتقوا الله في هذا الشعب أيها الوزراء اتقوا الله في هذا الشعب يا من ولاكم الله أمرا من أمور المسلمين اتقوا الله في من تحت أيديكم فإن لهم مطالب لا بد من النظر فيها إن كانت مشروعة ومقدور على تطبيقها فالحمد لله نستدفع الشر بتطبيقها وتنفيذها وعدم الالتهاء عنها فإن الشعب له مطالب وله مقاصد وكم من جائع يحتاج إلى أن تمدوا لقمة الطعام في فمه وكم من عار يحتاج إلى أن تستروه وكم من فقير يحتاج إلى أن تعينوه وقد فتح الله عز وجل عليكم الدنيا وأغدق عليكم نعما عظيمة وأخرج لكم من بركات الأرض فالله الله في هذا الشعب وإن شعب المملكة شعب يستحق الإكرام لأن الشعوب ثارت على حكامها إلا هذا الشعب لا ضعفا من الشعب لا وإنما لأنه شعب ينبثق في أفعاله من الكتاب والسنة شعب ينبثق في أفعاله وتصرفاته مع حكامه من هدي الكتاب والسنة لكن الشعوب التي لا تنبثق من الكتاب والسنة ولا تحكم في دساتيرها الكتاب والسنة ثارت على حكامه فإذا هذا شعب كريم يستحق أن يكرم هذا الشعب يستحق أن يكرم يستحق أن ينظر في مطالبه يستحق أن ينظر في مطالبه يستحق أن تلبَّى مطالبه ثارت الشعوب إلا شعب المملكة خرجت الشعوب على حكامها إلا شعب المملكة لا يزال هادئا مستقرة أموره وادعة أحواله محبًّا لحكامه ملتفًا حول علمائه هذا الشعب شعب نادر في هذا الزمن فالله الله أيها الحكام في هذا الشعب الكريم والله الله أيها الأمراء والوزراء في هذا الشعب الكريم فإنه شعب ينبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكما أن على الشعب حقوقًا لا بد من أدائها لحكامه فكذلك على الحكام أيضًا حقوقًا لا بد من أدائها للشعوب وأنا أقول هذه الكلمة ديانةً لله عز وجل ثم إن طرق الإنكار على الحاكم كثيرة جداً ولله الحمد ولن نحتاج في يومٍ من الأيام إلى المظاهرات عندنا طريقة المشافهة عندنا طريقة المكاتبة البرقية عندنا طريقة الوصول إلى من يستطيعون الوصول إلى العلماء الأمراء والحكام وإذا سُدَّت الطرق في أبوابنا فعندنا طريق من؟ طريق الله بالدعاء لحكامنا بالصلاح والهداية والاستقامة فإن دعاء الله عز وجل من أعظم الأبواب التي يُصلِح بها القلوب ويهدي بها النفوس ولكن مع وضوح هذا الأمر فإن أهل الباطل يأضون إلا أن يدُسُ السُمَّ في العسل ويجعلُ تحت التبني فُعبانًا ويُحاولون أن يُجلِبوا بخيلهم ورجلهم على تدمير هذا المجتمع ولا يأتون الباطل من بابه بل يُحاولون أن يُزخرفوا أقوالهم بأدلة الكتاب والسنة ويبحثون عما يدُلُّ على تجويز المظاهرات ففُتِحَت مواقع في الشبكات العنكبوتية همُّها أن تَحْشُرَ الأدلة التي تدُلُّ على جواز المظاهرات وقد اقتنع بهذه الأدلة بعض أنصاف المُثقَّفين والعوامل ولكن انتدب لها العُلماء العارفون وأجابوا عنها وأماطوا وجهًا لثام عنها وبيَّنوا أنها لا تدُلُّ على ما يُريدونه من المطالب لا في صدرٍ ولا ورد أنا ذكرتُ الأدلة الدالة على تحريمها من الكتاب والسنة والقواعد الأصولية ومقاصد الشريعة لكن هؤلاء يستدلُّون بجُملٍ من الأدلة يستدلُّون بها على جواز المظاهرات وهي شبهٌ كثيرة لكن أخطرها والذي يُردِّدونه دائماً هو سبع شبه أو ثمان شبه الشبهة الأولى ادعى مُجوِّز المظاهرات أن فعل المُتظاهرين قد دلَّت عليه السنة فقد أخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عُمر رضي الله عنه على رأس صفَّين من أصحابه على الأول منهما عُمر رضي الله عنه وعلى الثاني منهما حمزة رضي الله تعالى عنه وهذا رغب في إظهار الإسلام وإظهار قوة الدين فقالوا هذا دليلٌ على جواز المظاهرات فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو وحمزة وعمر في صفَّين من أصحابه متظاهرين فلماذا تُحرِّمون المظاهرات وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده؟ هذا دليل أشكل على كثيرٍ من الشباب وجوابه من وجهين الوجه الأول أن هذا الحديث اشطِب عليه ضع عليه علامة إكس هذا حديثٌ ضعيفٌ لا يصح بمرة هذه القصة قصة خروج عُمر رضي الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم مع عُمر وحمزة هذه لا تصح لأن فيها رجلاً يقال له إسحاق بن أبي فروة وهو رجلٌ ضعيفٌ في الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله لا تحلُّ عندي الرواية عنه وقال في موضعٍ آخر ما هو بأهلٍ أن يُحملَ عنه ولا يُروَى عنه وقال الإمام بن معير رحمه الله كذَّاب فإذاً لا يجوز أن تعارض تلك الأدلة الصحيحة الصريحة المذكورة بهذه الرواية الضعيفة والمُتقرِّر عند العُلماء أن الأحكام الشرعية تفتقِر في ثُبوتها للأدلة الصحيحة للأدلة الصحيحة الصريحة ثم أضف إلى هذا جواب آخر وهي أننا لو سلَّمنا لو سلَّمنا جدلاً صحة هذه الرواية فهل كان في مكة ولاية شرعية وحاكم مسلم حتى يتضمن خروج النبي خروجاً على هذا الحاكم المسلم الجواب لا وإنما كانت الولاية في مكة ولايةً حربية لكفار قريش ليس هناك حاكم شرعي في مكة حتى يكون خروج رسول الله وخروج أصحابه إنكارًا على هذا الحاكم الشرعي أو رفضًا لولاية هذا الحاكم الشرعي أنتم مع ذي هذا؟ هذا لو سلَّمنا ماذا؟ لو سلَّمنا صحة هذه القصة أصلاً فإنه لا ولاية في مكة وكان أعداؤهم حربيين فلما تقوَّوا استعملوا القوة في مقدار ما يستطيعون عليه فإذاً لا حُجَّة لهم في هذه القصة لا من باب الرواية ولا من باب الذراية هالشُبهة الثانية وهي شُبهةٌ أخطر من الأولى يقولون جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جارًا له فشكى إليه جارًا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ثم جاء فقال له اصبر ثم جاء فقال له اصبر ثلاث مرات وهو يقول له اصبر فلما جاءه في الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق يعني طلِّع أثاث بيتك ورمَ في الطريق طلِّع أثاث بيتك ورمَ في الطريق ففعل ذلك الرجل ما عمره به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يمرُّون على هذا الجار وهو يرمي متاعه متعذٍ من جاره فجعل الناس يجتمعون عليه ويسبُّون جاره ويذُمّونه فلما رأى جاره هذا الأمر جاء وتعهد أمام الله أنه لم يعد يؤذيه مرةً أخرى فتفرَّق الناس طيب ما وجه الدلال من هذا؟ اجتماع الناس على هذا الشخص في الطريق وامتلاءُ الطريق به هذا كاجتماع المُتظاهرين في الميادين العامة من باب الإنكار فإن هذا الرجل إنما فعل ذلك الأمر واجتمع الناس عليه من باب الإنكار فالمُتظاهرون إذا خرجوا وقطعوا السُبُل وامتلأت بهم الدوَّارات العامة والميادين العامة فإنما يُنكرون ففعلوا كما فعل هذا الصحابي ومن اجتمع حوله فلماذا تُنكرون المُظاهرات؟ وقد دلَّ عليها فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لهذا الصحابي أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة بعدة أجوبة الجواب الأول وهو ينسف هذا الأمر مُطلقا وهو ينسف هذا الأمر مُطلقا وهي أن رواية فاجتمع عليه الناس هذه الجُزئية من الحديث هذه اشطِب عليها فإنها زيادة ضعيفة الرواية هذه فاجتمع عليه الناس روايةٌ ضعيفة فقد أخرجها البُخاريُّ في العدَب المُفرَد من طريق مُحمد بن عجلانٍ عن أبيه به وأنتم تعرفون أنه ضعيفٌ في الحديث هذا وجه الوجه الثاني أن هذا الرجل إنما فعل ما فعل بعد استِعذان من؟ بعد استِعذان من يجمعه؟ ولي الأمر من ولي الأمر الذي استعذنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الرجل دبر من وراء ولي الأمر؟ هل هذا الرجل خطط مع أعداء ولي الأمر خارج البلاد كما يُفعل في المظاهرات الآن؟ الآن يا رجل المُتظاهرون يأخذون توجيهاتهم بالواتس أب وصال التواسل الاجتماعي يأخذون توجيهاتهم من أسماء مستعارة ما يدر منهم ما ندري من يقف وراء هذه الأسماء المستعارة أهو عدوٌ أم حبيب؟ أهو قريبٌ أم بعيد؟ أهو سني أو بدعي؟ أهو كافر أو مسلم؟ ما ندري عنه؟ أبو قتادة؟ أبو البراء؟ طيب وخير يا أبو قتادة يا أبو البراء؟ تعرف منه؟ ما عرفه طيب يا ثور قال لك اطلع في البلد وتطلع على طوله بس؟ قال لك جمع الناس في الشارع وفي الميدان وتمشيه بس؟ ما تعرف منه هل هو عالم؟ هل تبرى به الذنب يوم القيامة؟ أنا قرت يدربي بعض الناس أستاذ الله يدربي رأسه بس؟ ما يدربي هذا دليل على الجهل هذا دليل على السخافة سخافة التفكير لا بد من الرجوع للعلماء في مثل هذه المسائل المصيرية هذه المسائل التي حصل فيها خطأ دمّر المجتمع يدمر مجتمعنا بأخطأ مثل هؤلاء الجهال وأنصاف المثقفين والعوام هذا يجوز يا جماعة الله الله مجتمعك أنت بتطيع أفل لي خصك بنفسك؟ بكيبك يا أفل لكن بتطيع ناس مجهولين فيما يدمر مجتمعك؟ لا يا شيخ لا قف نحن كلنا في وجهك نقول لك فف هذا خطأ فإذاً هذا الأعراب هذا الرجل ما فعل ما فعل بالتخطيط والتدبير وإنما ذهب مباشرة إلى ولي الأمر في ذلك الزمان يستأذنه ماذا يفعل؟ فدله على ما يفعل هل المتظاهرون الآن ذهبوا إلى الملك؟ أو ذهبوا إلى الجهة المختصة واستأذنوا أن يخرجوا؟ الجواب لا ندري الله بعد صلاة مروعيننا مجتمعين في بعض المسجد ما أنا ما تدري أجهزة الأمن إلا وهم مرتاعين من يلا الحقوا روحوا الناس تجمعوا فإذاً لا يستدلوا بهذا الحديث على ما يفعله المتظاهرون لأن تدبيرهم عن غير علم ولي الأمر وأفعالهم لا تمتوا إلى ولي الأمر بصلة فإذاً لا يستدل بهذا الحديث لا يستدل ومنها كذلك أن اجتماع الناس أن نعبروح بقى قطة معه أن اجتماع الناس على هذا الأعرابي انتبهوا يا جماعة أن اجتماع الناس على هذا الرجل هل كان بتدبير وتخطيط منهم؟ واتفاقوا لحصل قصدا مروا في الطريق ورأوا هذا الرجل ووقفوا ينظرون في حاله إنما حصل قصدا لا اتفاقا حصل قصدا عفوا حصل اتفاقا لا قصدا حصل عن غير قصد رأوا هذا الرجل يرمي متاعه رأوا هذا الرجل يرمي متاعه وقفوا يشوفون وقفوا يرون مبال الرجل هل يستدل به على تلك المظاهرات التي يحصل فيها التدبير في اختيار الموقع وفي اختيار الطرق التي نأتي إلى هذا الموقع من قبلها ثم أشوف أصحاب العقول الفذة إذا سد رجال الأمن طريقا نذهب للطريق بي عندهم خطة أي وعندهم خطة بي وعندهم خطة جي صدق يا خالد عندهم خطة ثلاث خطط إذا سدوا هذا نروح معه هل يستدل على هذا التدبير والكيد الكبار والتخطيط المسبق بفعل أعرابي خرج لوحده ثم اجتمع الناس عليه لا قصدا وإنما من باب الموافقة فقط لا 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 يخدعونكم انتبهوا لا يخدعونكم أمنكم أمنكم يا جماعة ولا تأمركم دينكم دينكم انتبهوا ترى في خطوط حمر ما نرضى أن أحد يتجاوزها ترى ولا أقول هذا الكلام ترى مجاملا للملك ولا المجامل لاحد لكن هذا شعبي هذه بلادي ذي هذه بلاد المسلمين هذه بلاد الحرامين ذي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اهتزاز الأمن فيها يهتز به أمن الحرامين انتبه تصير ثغرة يهتز بها أمن الحرامين يا رجل اتق الله لا تكن أنت الثغرة التي يدخل منها في هذا المجتمع فلا يستدل بهذا الحديث على هذا على هذا الوجه أبدا 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 ثم أضف إلى هذا إن أن دعوتنا مبنية على أي شيء على ثلاثة أدلة دعوتنا مبنية يا جماع على ثلاثة أدلة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح طيب أسألكم بالله هل هذا الحديث كان السلف الصالح يعرفونه هل سمعوا هذا الحديث السلف الصالح سلف الصالح هل سمعوا هذا الحديث ولا ما سمعوه سمعوه هل فهم أحد منهم أنه يدل على تجويز المظاهرات الجواب لا رووه في كتبهم المعتمدة وأخرجوه ومع ذلك لم يفهم أحد منهم أنه دليل على تجويز المظاهرات فالذي يفهم من هذا الحديث أنه يدل على تجويز المظاهرات فهذا فهم في الحديث فهما مخالفا لفهم السلف والمتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وآئمتها فإنه يعتبر فهما باطلا إذن اتضحت هذه ما لهم دليل هذه خطأ الشبهة الثالثة خيش شبهة الثالثة وهذه شبهة تدلك على سخف عقول هؤلاء قالوا أولم تدعو الشريعة لصلاة العيد بالمصليات طيب إلا سبي بعدين قال هذه مظاهرة ما هيكشبك يقول هذه مظاهرة هذا يقول هذه مظاهرات الناس يطلعون من بيوتهم وراحين لمصلى العيد لم ترضى الشريعة أن يصلى في مساجد الحي بل اجتمع أهل الحي كلهم أهل البلد في مصلى واحد أو ليس هذا فيه إظهار المظاهرات أو ليس هذا فيه إظهار قوة يستدلون به وكذلك يستدلون به حث الرجال والنساء حتى ذوات الخدور والتي لا خمار لها وحتى الصبيان يستدلون بحشد أهل البلد كلهم في مصلى العيد يستدلون به على جواز على جواز المظاهرات ولا أدري في الحقيقة ما وجه الاستدلال بذلك وقد أجاب العلماء عن ذلك أن تشريع الصلاة في مصليات العيد ليس من باب إظهار قوة المسلمين لا من قال هذا؟ أين الدليل على هذا؟ أنت هذا فهم فهمته فقط وإلا فلا شيء يدل عليه في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ذوات الخدور والحيض أن يخرجن ماذا قال؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فإذاً هذا الاجتماع العام حتى يشهدون الخير ودعوة المسلمين ليس فيه قرينة تدل على أن هذا الاجتماع من باب ماذا؟ إظهار القوة وإخافة الحاكم هذا ليس بصحيح فإذاً لم تشرع صلاة العيد في المصليات لإظهار قوة المسلمين وإنما لشهود الخير ودعوة المسلمين وإظهار هذه الشريعة لحكم منها إظهار تآلف المسلمين والاجتماع في مكان واحد لإظهار الفرح والسرور بهذا العيد وهذا لا يفهم منه في صدر ولا ورد تجويز المظاهرات ثم يا إخواني التجمع في المظاهرات تجمعات منكرة أفيستدل بالتجمعات الشرعية على تجويز التجمعات المنكرة الاجتماع في صلاة العيد اجتماع شرعي لا تجني الأمة منه إلا كل خير أفيستدل به على تجويز الاجتماع في المظاهرات التي لا تجني منه الأمة إلا كل شر تالله إن هذا لمن أفسد القياس ويذكرني بقياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا البيع مثل الربا البيع الذي أحله الله وأمر به تجعلونه مثل الربا التي اتفقت كلمة الرسل على تحريمه أفتجعلون الاجتماع في المظاهرات التي يختلط فيها الحابل والنابل والتي تراق فيها الدماء ويتضارب فيها المسلمون بالعصي والخناجر ويتم فيها الخروج على الحاكم ويتم فيها رفع الأصوات والفوضى وانتشار اللغط أتتمثلونه باجتماع الناس في مصليات العيد؟ وتجعلون اجتماعهم دليلاً على ما تريدون؟ تالله إنها لإحدى الكبر هذا دليل على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا اعتقدوا ثم استدلوا فلا يدل ذلك على ما يريدونه مطلقاً لا من باب القياس ولا من باب غيره ومن شبهتهم كذلك وهم يدندنون حولها كثيراً وهي أنهم يجعلون المظاهرات وسيلة من وسائل إنكار المنكر فيقول لك أولا يجب إنكار المنكر شرعاً بأدلة الكتاب والسنة فتقول نعم قد تواترت الأدلة كتاباً وسنة على وجوب إنكار المنكر يقول طيب يا أخي أنا الآن في المظاهرات هذه إنما أنكر منكر ليش تنكر علي أن؟ أنا أنكر منكر هذه شبهة الجواب عن هذه الشبهة إن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فنعم نحن نشجعك ونشد على عضدك في إنكار المنكر بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أنكر المنكر لكن انتبه مقصودك في إنكار المنكر سليم لكن لا حق لك أن تتوصل إلى هذا المقصود السليم بطريقة منكرة فإن المنكر إنما ينكر بالمعروف لا ينكر بما هو أشد منه إنكاراً لا حجة علينا أنك تريد أن تنكر المنكرات فنحن نؤيد هذا المقصود ونثني عليك وندعو لك بالتوفيق في هذا المقصود لكننا نخطئك في الوسيلة التي توصل إلى هذا المقصود فكون قصدك سليم لا يسوّغ لك أن تسلك في تحصيله أي طريقة مثل واحد يحب الصدقة حبيبي يحب الصدقة بس ما عنده دراها راح يسرق عشان يتصدق تقول بي يا خالد خالد يعني نعم طيب الصدقة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة أن تنكر الصدقة أجل ما ننكر الله عليك فهذا هو فإذا نحن لا ننكر المقصود وإنما ننكر ماذا ننكر الوسيلة فمن قال لك إن هذه الوسيلة جائزة الشرعا كيف تريد أن تنكر المنكر بوسيلة دل على تحريمها الكتاب والسنة ومقاصد وأصول الشريعة العامة هذا لا يجوز يا حبيبي عندك طرق أخرى للإنكار إلا هذه لا هذه خل هذه هذه ما فيها خير ما فيها خير ولا فيها مصلحة ولا منفع على المجتمع هذه ما فيها إلا الشر يا حبيبي ما فيها إلا الشر والبلاء المستطير عليك وعلى المجتمع بأسره عندك طرق أخرى فإذن هذه هذه ليست بحجة ثم أضف إلى هذا تعال تعال اسمعني اسمعني بعقلك اسمعني بعقلك أنت الآن تريد أن تنكر منكر أليس كذلك؟ طيب واخترت طريقة المظاهرات للإنكار هل أنت متأكد أن هذه الطريقة سوف تحقق لك المصلحة المرجوة؟ هل أنت متأكد؟ لأننا نرى مظاهرات كثيرة ثارت في البلاد من حولنا ومع ذلك ما حقق لهم شيء وش حصلوا؟ طرحوا حاكم جاء حاكم غيره لا شيء أنا إلا قريب سعيد وخمبارك وهذا ولي رفضوا حاكمهم ثم بدأ ينزل عليهم القنابل العنقودية في براميل مفوك تدك العمارة تدك بمن فيها لا يرحم لا يرحم طفل صغير ولا بهيمة ترتع ولا شيخا ثانيا إذن ما حصلت شيء فأنت الآن بالمظاهرات انتبه 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 اللي بيقوله أنت الآن بالمظاهرات سوف توقع المجتمع في مفاسد متحققة تطلب بها مصالح متوهمة ولا يجوز للإنسان أن يوقع المجتمع في مفاسد متحققة يرجو بها مصالح ما يدري هو بتحصل ولا مين حاصلة لا يا شخ وينك انت غلط هذا غلط هذا خطأ خطأ لا بد أن تكون هذه الطريقة لا مفاسد فيها والمظاهرات يتفق الجميع أنها منطوية على المفاسد منطولية على المفاسد ثم جاء واحد من العلماء وقال خلهم 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 طيب خلها هذه الطريقة الآن لو حصلتم بها المصالح تظاهرتم وخاف ولي الأمر وارفع رواتبكم تحققت مقصودكم تحقق مقصود طيب تظاهرت وخاف ولي الأمر وقال طلعوا طلعوا المساجين طلعوا المساجين طلعوهم تحقق مقصودكم بالمظاهرات أو تحقق المقصود يدل على سلامة الوسائل جواب لا ليس كل وسيلة حصلت بها المقصود تدل على مشروعية الوسيلة بدليل واحد مسخن ما عندها واحد مسخن راح للقرايين ولا طاب عندهم ما قدر العافية قالوا ما سأسوي قالوا بروح للساحر العافية عند الساحر فراح عند الساحر من يوم قعد عندها الساحر وساحر كل عنده جن فعافها الله شفها الله عند الساحر ما شفها الله عند المطاوعات هل هذا دليل على جواز الذهاب للساحر لما تحقق مقصودك المطلوب شواب لا إذن هذه الوسيلة محرمة سواء تحقق مقصودها أو لم يتحقق مقصودها يعني ليس وجود مظاهرات في بلاد أخرى تحققت مقاصدهم بها بحجة علينا أن نتظاهر حتى نحصل المقاصد لا هم تحققت مقاصدهم بطريقة محرمة حتى ولو تحققت مقاصدهم فترتب المقاصد على الوسائل ليس دليل على سلامتها ولا على صحتها هذا شيء وهذا شيء أنا أذكر فيه شاي بنسأل لي قال وش رايك في طريقة الخم ندري أهل الفلاش تعرفون الخم ولا ما تعرفون ولا هذي من ثقابة أهل الدلم الخم الواحد اللي ينطاح له في محل وش يزوون به يخمون التراب طيب هل هذا الخم طريق شرعي ولا لا قلت له والله يا أخي هذه أمر غيبي وأمور الغيب مبنية على توقيف وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يذل على مشروعية هذا قال بش يا أخي والله أنا أولدي طاح عند باب المدرسة ورحت خم يتطاب فيريد أن يستدل على سلامة الوسيلة بماذا بتحقق المقصود هذا خطأ هذا خطأ بإجماع العلمة خطأ بإجماع العلمة خطأ قد يذهب المريض للساحر ويشفى بل قد يأتي الإنسان إلى القبر إلى القبر ويدعو ويستجاب له ابتلاء من الله أو تحقق المقصود دليل على جواز عبادة القبر لا إذن قد يتظاهر بعض الناس في بلاد أخرى ويتحقق مقاصدهم تنزل ولاة أمرهم ورؤساء جمهورياتهم عند مطالبهم لكن هل هذا دليل يسوّغنا أننا نفعل مثل الفعل جواب الله فإذن لا حجة أبداً لأصحاب المظاهرات فهي طريقة مستوردة غريبة عن الشريعة ومن شبههم كذلك ولعلكم تؤخرين الإقامة شوي لو أذن لنا فضيلة الشيخ والمحافظ كذلك من شبههم يقولون تعال واش تقول في السلف أقول والله نعم والله نعم الحنغان ما هو على العين والراش قال طيب العز بن عبد السلام تظاهر على الأمراء العز بن عبد السلام تظاهر على الأمراء فيستدلون بما فعله العز بن عبد السلام فقد فعلوا أمثال هذه المظاهرات ماذا تقول فيها يلا بفعل السلف هذا الجواب الجواب أن المتقرر أن أفعال العلماء يستدلوا لها لا بها فأنا أطلب دليلا على تجويزها فلا حق لك أن تقول أفتى بجوازها فلان وفلان فإن فتيا فلان وفلان ليست أدلة بل هي فتاوى تحتاج إلى أدلة لتصححها فأنا قلت عاطني دليل فالدليل هو من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع الثابت والقياس الصحيح فأفعال العلماء مهما بلغت ليست بحجة على الشرع مطلقا ثم إذا سلمنا أن فاعلها سلفي المعتقد ممن يقتدى به ولكن العز بن عبد السلام على وجه الخصوص قد أخذت عليه في عقيدته ملاحظات ملاحظات كثيرة أجاب عنها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى فكثير من البدع قد وقع فيها من يسمون بالعلماء فالعز بن عبد السلام مثلا يرى وهذا موجود في كتابه مصالح الأحكام يرى أن بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ يرى أن بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ وهو من الطاعنين رحمه الله وهو من الطاعنين في اعتقاد السلف في صفات الله عز وجل وقد بيَّن كثيرا من ضلالاته أبو العباس بن تيمية في كثير من مواضع الفتاوى وذمَّه كثير من السلف نعم له أفعال الرجولية ومواقف شجاعة يُشكر عليها نعم ولكن في هذه المسألة ليس هو بقدوتنا ليس هو بقدوة لنا فيها لأنه عالم وأفعال العلماء يُستدلُّوا لها وليس من السلف الذين أُمرنا بالإقتداء بهم فليس هو من الصحابة ولا من التابعين ولا من من تبعهم بإحسان في مسائل الاعتقاد إذن لا يُستدلُّوا بفعل أحد من العلماء لأنهم يقولون لنا شف بعض علماء الأزهر نزل في المظاهرات شف بعض علماء الجامعة الفلانية إنزل في المظاهرات نقول هذه أفعال علماء هذه ليست أدلة هذه أفعال علماء وأفعال العلماء لا تُجعلوا حجة على الشرع ومن شُبههم كذلك ومن شُبههم كذلك وهي من الشُبه الخطيرة في الحقيقة قالوا إن أُمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجازت المظاهرات وطلحة رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله أجاز المظاهرات وكذلك الزُبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد أجازوا المظاهرات قلنا وعين أجازوها قالوا لما خرجوا في صفوف وتجمُعات يطلبون قتلة عُثمان خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الله وقد حصل بخروجهم وقعت أي وقعة وقعة الجمل وقد حصل في خروجهم وقعت وقعة الجمل فقالوا إن اجتماعهم في وقعة الجمل إنما هو عبارة عن صورة من صور المظاهرات لأنهم أرادوا بذلك الضغط على علي بن أبي طالب وتعديل المسار البحث عن قتلة عُثمان ما تقول في هذا تقدح في أم المؤمنين تقدح في الزُبير الجواب لا الجواب لا انتبه أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة الجواب الأول إن العلماء اتفقوا على أن فعل الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر وانتهى الدليل إذا عارضه صحابي آخر فليس فعله ولا قوله بحجة وهذا بإجماع العلماء من الفقهاء والأصوليين والمفسرين وتجدون هذا الإجماع موجودا في روضة الناظر وفي غيره فمتى ما قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ثم جاءنا صحابي خالفه فإذا ليس قول هذا بحجة على هذا ولا قول هذا بحجة على هذا ونتبع ما رجحه الكتاب والسنة من قوليهما فكما أن عائشة والزبير وطلحة أجازوا ذلك وخرجوا إلا أن هناك جمعا كثيرا بل جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان أنكروا خروجهم ويؤيد هذا الوجه الثاني أن عائشة وطلحة والزبير صرحوا في آخر حياتهم أنهم ندموا على هذا الخروج ندموا على هذا الخروج وودوا أنهم لم يخرجوا ولم يكونوا سببا لفتنة المسلمين في هذه الوقعة ثم ما خرجوا للقتال أبدا وإنما القتال حصل من باب الموافقة لوجود بعض المنافقين في الصفين فإذن الذي صدر من عائشة والزبير وطلحة لا جرم أنه خطأ ندموا عليه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهات السنة النبوية فإذن فعلوا ندموا عليه وبيّنوا أنهم أخطأوا فيه إيش تستدل به إلى الآن ليش تجعلها دليل إلا لأنك صاحب هواء وصاحب شهوة وتريد بالمجتمع الشر وإلا ندموا عليه يا أخي ندموا عليه كأنهم تراجعوا عنه قالوا يلتنا ما خرجنا خطأوا أنفسهم فكيف تستدلوا بخطائهم ولا تستدلوا بصوابهم لما تراجعوا هذا يدل يا إخوان على أن أفراد الصحابة ليسوا بمعصومين أفراد الصحابة ليسوا بمعصومين بل يخطئون تارة ويصيبون تارة وهم مجتهدون في صوابهم وخطائهم فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد فلا ندخل في هذا الباب قادحين فيهم أبدا فإذا لا يغرنكم هذا الدليل فقد عارضهم في ذلك صحابة وقد بيّنوا كذلك أنهم رجعوا بل إن الشعبي رحمه الله يقول ما نهض في هذا الأمر إلا أربعة من أصحاب رسول الله بس هم اللي خرجوا على علي بن أبي طالب قال ما نهض في هذا الأمر إلا أربعة ثم عدهم ثم عدهم إذن هذه شبهة باطلة ومن شبههم كذلك أن المظاهرات جهات لا يا شيخ أن المظاهرات من الجهات والجهاد قد أمر الله به بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة فيجعلون مظاهراتهم من باب الجهات من باب الجهات في تحصيل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم يجعلونها جهاد يعني يقسونها على الجهاد واجاب العلماء عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل فإن الجهاد مشروع مأمور به والمظاهرات قد قامت الأدلة على منعها فكيف يقاس ما هو ممنوع على ما هو مأمور به هذا قياس مع الفارق فإذن هذا تقول المشركين إنما البيع مثل الربا فأين هذا من هذا وكذلك الجهاد لا يكون إلا تحت راية شرعية معروفة مسلمة يعرفها المسلمون وأما المظاهرات بالله تحت راية من؟ والله إنه أن الذي يدير المظاهرات غير معروف وإنما تأتي الأوامر من هاهنا وهاهنا في المعرفات المجهولة والمواقع التويترية التي لا يعرف من وراءها بل أحياناً تقف وراءها مخابرات دولية تريد تدمير هذه البلاد فرايتها راية عمية ومن مات تحت راية عمية فإنه على خطر عظيم يوم القيامة أما الجهاد فهو راية شرعية فكيف تقيس ما رايته عمية على ما رايته شرعية؟ أين هذا من هذا؟ أين عقول هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأدلة؟ ثم أضف لهذا أن الجهاد تعمر به البلاد وينشر الأمن بين العباد ويحق به الحق ويبطل به الباطل وينقمع به أهل الظلال أما المظاهرات فتدمر بها البلاد والعباد وتسفك فيها الدماء البريئة المعصومة بلا ذنب ولا برهان ولا مسوغ شرعي ويقوض فيها البنية التحتية للبلد فأين هذا منه؟ أتقيس ما هو سبب للإعمار وازدهار المسلمين ورفعة شأنهم وعزتهم بين الأمم على ما هو مدمر لكلمتهم ومشتت لأمرهم وين هذا من هذا يا جماعة؟ وين عقول هذوني؟ أسأل الله أن يردهم للحق أسأل الله أن يردهم لجادة الحق فإذا ليست جهاداً أبداً بل هي مناقضة للجهاد بل هي أفعال تخريبية أفعال حمقى أفعال صبيانية لا يحسب فيها حساب لا لمصالح ولا لمفاسد ومن شبههم كذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك انتبهوا شوف كيف الدليل لما رجع من غزوة تبوك خرج له النساء والصبيان يقولون طالع البادر علينا من ثانيات الوداع فيقول هذا مظاهرة خروج النساء والصبيان مظاهرة فيقولون إن خروجهم بهذه الهيلمان واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على مشروعية هذا الأمر على مشروعية المظاهرات ولكن في الحقيقة هذا الدليل ضعيف فإن 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 الإمام بن القيم رحمه الله تعالى بيّن وهم بعض الرواة في هذا القول فهم يجعلونه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهذا خطأ لأن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة وإنما هي من جهة الشام ثم أضف إلى هذا أن الرواية التي فيها خروج النساء والصبيان إِنَّمَا هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفة لها الشبهة الأخيرة وهي هجرة عُمر رضي الله تعالى عنه علانية يستدلون بهجرته العلنية أمام كفار قريس على جواز المظاهرات على جواز المظاهرات والحقيقة أننا بعد النظر في سند هذه القصة وجدناها قصة ضعيفة فإنما دارها على ثلاثة مجاهل لا واحد ولا اثنين ولا كلهم ثلاثة ثلاثة كلهم مجاهل أولهم الزُبير بن محمد بن خالد العُثماني والثاني عبد الله بن القاسم الأملي أو العيلي والثالث أبوه القاسم وكل هؤلاء مجاهل ليست لهم في كتب الرواية ترجمة ليست لهم في كتب الرواية ترجمة ولذلك حكم الإمام الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم عليها بأنها قصة ضعيفة لوجود هؤلاء المجهولين فيها هذه أعظم الشُبه التي تدور على ألسنة هؤلاء فحذاري حذاري أيها المجتمع الكريم حذاري حذاري أيها الشعب الكريم من قبول تلك الدعوات المغرضة وتشويش الحاقدين والزموا يا أيها المجتمع الكريم غرز حكامكم وغرز علمائكم واصدروا عن رأيهم واحذروا من إثارة الفتن وكونوا يداً واحدة وحصناً قوياً مع علمائكم وولاة أمركم قوةً واحدة واصفعوا وجه من يريد تفريق شمل بلادنا وتمزيق وحدة صفنا برفب هذه الدعوات فهذه شبهاتٌ يرددها بعض من يجيز الاعتصامات ومن يجيز المظاهرات بقصد إضفاء الطابع الشرع عليها ليتمكنوا من زج أكبر عددٍ ممكن من شباب الأمة حتى يكونوا وقودًا للمظاهرات فننظر إلى شبابنا جثثًا ملقاتًا في الشوارع لا تجد من يدفنها ويدمر مجتمعنا ويتزعزع أمننا وتذهب سكينتنا ويذهب راحتنا واطمئناننا فحذار أيها الإخوان من هذه المظاهرات آخر فقرة عندنا في هذه المحاضرة ونختم بها إن شاء الله نقول عن بعض أهل العلم الراسخين الذين تبرع بهم الذم في بيان أحكام المظاهرات قال سماحة الوارد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرًا عظيما على الدعاة فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للصلاح والدعوة والإصلاح فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف ولا بالمظاهرات فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم ولا شك أن هذا الأسلوب أي المظاهرات يضر بالدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن انتهى كلامه رحمه الله وممن تبرأ بهم الذمة في هذا الباب سماحة الوالد الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله قال صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فالأصل فيها الإباحة هذا لا إشكال فيه لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد مناهج غير إسلامية يقصد المظاهرات فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو إعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات هذا ليست من وسائل الإسلام ليس وسيلة إسلامية فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة العصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين وممن تبرأ بهم الذمة أيضا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم إن فيها من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فقد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان وممن تبرأوا بهم الذمة في هذا الباب أيضا فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ صالح الأطرم قال المظاهرات من أعمال الشيطان ومما تبرأوا بهم الذمة أيضا سماحة الوالد المفتي المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله المفتي العام للمملكة والرئيس العام لهيئة كبار العلماء قال عن المظاهرات ما هي إلا فوضوية من أناس لديهم فساد تصور وقلة إدراك للمصالح من المفاسد وممن تبرأوا بهم الذمة في هذا الباب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال قال المظاهرات ليست من أعمال المسلمين هذه دخيلة ما كان معروف إلا من الدول الغربية الكافرة فأين السنة في هذا السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره فعلى هذا المفتي أي الذي يفتي بجواز المظاهرات أن يأتي بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذه المظاهرات أو أقر أحدا على فعل المظاهرة انتهى كلامه وممن تبرأوا بهم الذمة وهو آخرهم سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وشفاه ورفع عنه ما يجد من المرض قال رحمه الله المظاهرات ليست من دين الإسلام لما يترتب عليها من الشرور من ضياع كلمة المسلمين وتفريق بين المسلمين ولما يصاحبها من التخريب وسفك الدماء ويصاحبها من الشرور وليست المظاهرات بحلٍ صحيحٍ للمشكلات ولكن الحل يكون باتباع الكتاب والسنة وما جرى في العزمان السابقة أكثرًا مما يحصل الآن من الفتن ولكن كانوا يعالجونها على ضوء الشريعة لا على ضوء نظم الكفار والمظاهرات المستوردة هذا ليس من دين الإسلام الفوضى ليست من دين الإسلام دين الإسلام يدعو إلى الانضباط يدعو إلى الصبر يدعو إلى الحكمة يدعو إلى رد الأمور إلى أهل الحل والعقد إلى العلماء كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر انتهى كلامه رحمه الله تعالى سأله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا اللهم احفظ علينا ديارنا اللهم احفظ علينا حكامنا وولاة أمرنا اللهم احفظ علينا علماءنا وشعبنا اللهم من أراد المملكة أو شيءٍ من بلاد المسلمين بشرٍ وبلاءٍ وسوءٍ فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه ورد كيده في نحره واكفناه بما تشاء وأخرجنا من هذه الفتن سالمين غانمين اللهم أخرجنا وحكامنا وعلماءنا وبلادنا وجميع بلدان المسلمين من هذه الفتن سالمين غالمين فالذي أدين الله عز وجل به الذي أدين الله عز وجل به القول بحرمة المظاهرات وأن من يفتي بجوازها في الحقيقة لا بد أن يراجع نفسه وأن ينظر في كلام أهل العلم وأن ينظر في أدلتهم وأجوبتهم على هذه الشبهات اللهم وفقنا لما تحب وترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا